سوف نقوم بعمل فول مدشش فول مدشش نضيف فول نضيف فول نضيف فول لعند غول نضيف فول نضيف الفول ساعات تلقاوه فيه يعني الماء يكون اشهب خلاص المهم الصفي يعني يشلوه بيه بالجلبانة نشلوه مليح مليح حتى يصفل ما تحهم ونبعد نحطوهم يغليوا هنا الجلبانة كيتحطها مع الفول دي ابن يعني يجيكم الفول اللي مدشش تاعكم بنين هنا كما قلنا بعد ما ينشلوه ونعاود ونشلوه الماء راهو خطيناه وقعد يغلي فوق النار ثم كي يكون الماء يغلي ثم نلوحوهم بعد كي نصفيوهم الماء هنا اللوحو فوق الماء هدك اللي يغلي هنا هاول ما يغلي دركها اللوحو الفول وجلبانة تاعنا على الماء هدك وكي يبدأ يغلي وتعمل هاديك الرغوة من فوق نحيوها باش اولا كي راح تحطيه في الكوكوطة باهم ما يتسدلكش الكوكوطة وثانيا كي تحطيه بلا كوكوطة باش ما يفيدلكش هادي هي الرغوة كل ما تخرج هادي الرغوة هنا قبل ما نحيو نحطو الملح قلنا قبل ما تخرج قبل ما نقف الكوكوطة لازم هاديك الرغوة نصفيوها يعني نحيوها كل مرة كل ما تخرجنا نحيو الرغوة ديك هي اللي يعني صرتوك كان طيبتي في الكوكوطة تخافي حتى يعني لقدر الله ولا حاجة هاكا ترتق الكوكوطة نصفيو هاديك الرغوة نحيوها بعد ما نصفيوه نحطوه عاجه يغلي شوية حتى نتنحها الرغوة كاملا ونقف الكوكوطة تيعي ما يستهلكش وقت كبير هنا نجي بززتونة كي ما قلنا الفول اللي مدشش يحب ززتونة بززتونة 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 نحطو بصلة يعني صغيرة نقليوها في كين اللي ما يحطو روش البصلة وكين الدرسة خلاي حطو التوم على الأخر كي طيب لكن بهذه الطريقة يجيو مبنين أبن نحطو البصلة هاديك و بعد ما نحطوه نديرو علها التوم كي ما قلنا تقريبا رصع التوم هاكا متوسط حطيه في الفول مدشش هادا لأنه الفول يحب التوم بززتونة نحطو هنا التوم كي ما قلنا يتقلى مع البصلة ديك نقلي مليح مع بعضها كين شوفوها تقلط نحطو شوية دع الملح وننتبتو باللي رانا حطينا قبل الفلفول نحطو شوية فلفل تاع السود فلفل أحمر حار نحطو البابريكا مغرفة صغيرة ونحطو الكمون مغرفة صغيرة معمرة كمون وننحرقو نقليوها شوية هاك ما خليوها شي تحرق لازم يدينا متنحش كي ما نقولو الخلطة اللي راح اللوحها مبعد على الفول تاعنا كي طيب ونحطو هنا زوز كعبة طماطم صغار هاكا مرابين كين ما تقضيش ما تحبيش تحطاها ما تحطيش بصح جيبنا يعني تحطيه وتقلاها معاه تقلي حتى نتقلى مليح مليح نبقى يدنا هكا عليها بها ما ننسيش عليها سماو تحرق لنا قولنا نقلي هاك دام ليح بعد ما تقلتنا نحطها عجنب هنا لكي نحل كوكوتا راح نلقى الفول تاعنا طاب يعني بصح ما زال ما كملش هنا نحط له هادي الدرسة تعنا ونحطها فوق الفول فول والجلبانة طبعا ونزيد نقفل عليه نخليه يزيد يطيب حتاني ايه واللي زبدة يطيب سواء يعني كي تحكمي الحبة تاعك تلقيها ها الطائبة سواء هنا نحطو جرون فلفل حار هادو ما ونبعد كي طيب النا كي نشوفو طاب زيبون رايحين نميكسي عفوا وكين وحيد ما يحبوش ميكسي ويحبو يوكلوها كاكا يعني طايب زبدة بصح مشو ميكسي سامحوني على البخار هادا المهم كل واحد كيفاه الدو قدعو هنا راهو طاب ها هلا سو بتاع الفول مدشش شوفو كيفاه الجي الخفة هنا كل واحد كيفاه يحب وتشوفو في الملح داع كي ما نقولو مسوسة شوية نقصها ملح ولا كين اللي حبها هاك خفيفة وكين اللي حبها عاقدة شوية هنا هو بتكون في علمكم الفول راهو كي يحس بما يقعد راهو يزيد يتقال يعني باش عاقد ما تحملوها خفيفة كي ما هاك من بعد راح تلقوها يعني تقالت الوصفة تعكم كي يبرد هنا راح نسقي الفول تعنا هو فول يعني في فوائد كبيرة يعني خاصة في الشتاء راهو يدفي ووصفة تع زمان ما تلقوش كيفها هاو هنا الفول كي ما قلنا اه هنا تزينيه بالشوية تع الكمون شوية تع الفابريكا وشوية تعزي الزيتون كي ما قلنا لازم تقديم يكون كي ما هاك الزيتون لازم يكون في الفول كي ما قلنا تتبعوا هادي الوصفات تخدموها ساعة ساعة مفيدة جدا يرجع لها بكري كانوا هدو هم الوصفة التاحهم اه يعني وتقدروا في الشتاء سرتو في الشتاء مليح بزيف يعني ويدفي وشوفوا وتقرأوا عليه دوق تلقاوا الفول كيف يعني الفوائد تاعو ان شاء الله يعني تجربو ها الوصفة وان شاء الله تعجبكم اه يعني وصفة كي ما قلت لكم رائعة بهالطريقة بهالدرسة راح تجيكم بالنعلى بالنعو سخونا في فصل الشتاء ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله شكرا